تأهل ملاكم المنتخب الوطني زياد عشيش إلى نهائي بطولة أوكرانيا الدولية والتي تشهد مشاركة مئة ملاكم يمثلون الدول كازاخستان وملدوفا وأوزباكستان وأوكرانيا وغيرها من الدول وتمكن عشيش من تحقيق الفوز على الملاكم الأوكراني ياروسلاف ليعبر إلى النهائي بوزن ما تحت 69 كيلو جرام وسيلتقي عشيش في النزال النهائي يوم غد مع الملاكم الكازاخستاني ديسبي داراخان يذكر أن بطولة أوكرانيا تأتي ضمن تحضيرات المنتخب الوطني المشاركة في أولمبياد توكيو والذي تأهل إليها خمسة ملاكمين أردنيين صحبت اليوم قرعة الدور ثمن النهائي من منافسات الدور الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية وأسفرت قرعة دور الستة عشر من هذه البطولة عن مواجهات قوية أبرزها تلك التي ستجمع مانشستر يونايتد الإنجليزي بنظيره إيسي ميلان الإيطالي ويذكر أن مباريات مرحلة الذهاب ستلعب في الحادي عشر من شهر آذار المقبل في حين تدور مواجهات الإياب في الثامن عشر من ذات الشهر يستقبل إشبيليا غدا على ملعبه رامون سانشيز نظيره برشلونة في اللقاء الذي ياتي ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشر ويقع إشبيليا في المركز الرابع برصيد 48 نقطة على بعد نقطتين من الوصول لبرشلونة أعلن النجم الإسباني رفيال نادال انسحابه من دورة روتردام الهولندية لكرة التنس من أجل التعافي من إصابة في الظهر عانى منها خلال بطولة أستراليا المفتوحة وكان نادال قد انسحب من دورة إدلد التحضيرية لأستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى قبل أن يخسر في ربع نهائي أمام اليوناني ستيفانوس في وقت سابق من هذا الشهر وكان من المقرر أن يلعب نادال المتوج بعشرين لقبا في بطولات الجراند سلام في روتردام للمرة الأولى منذ عام 2009 اشتركوا في القناة